أريد أيضاً في البداية أن أقول لبعض إخواني الذين راسلوني أو أبدأ وجهة نظر مختلفة ربما مع وجهة نظري أمس فيما يتعلق بأخوينا أخونا سامير بالعربي وأخونا رشيد نكاز أقول بأن رأي لا يتغير هو هو وأن كوني هؤلاء إخواننا لا شك في ذلك رشيد نكاز أخونا سامير بالعربي أخونا لا شك في ذلك إنما بعد إلحاق شديد دام عدة أشهر من كثير من إخواننا قلت هاهو لماذا لا أذكر الأخوين عندما أذكر بعض إخواننا المسجونين وأنا عند رأي لكن ربما فقط لأن الذباب طبعاً دخل على الموضوع وبدأ يحب يريد أن يخلق خصومة بدون خصومة وخلافات بدون خلافات أنا عند رأي بأن العنف يا إخوان مدمر وأنا شديد الحساسية لمن يريد التغيير بالعنف ليس لأن هذه العصابات يجب أن تبقى أو لا تتغيير لا هذه عصابات مجرمة مفسدة دمرت البلاد لكن نحن حينما نقول أنا التغيير لننادي به هو التغيير اللاعنفي السلمية كسلاح استراتيجي فلأنها ليس فقط أثبتت نجاعتها وفعاليتها في كثير من البلدان وفي كثير من الأحداث وهذه الأحداث نتعى الحركة نتعنت وثبت ذلك ولكن أيضا لأن عصابات الحكم لدينا وعموما الدكتاتوريات العنف بالنسبة إليها كالجيفة عزكم الله للدود أو للضباع وبالتالي عندما واحد من إخواننا الأحرار لناظله عندما ينادي بالعنف فإنه يعطي فرصة رهيبة ولذلك أنا الشديد الحساسية في هذه النقطة بالذات هل هذا يعني أننا نتخلى على أخونا رشيد نجس؟ أبدا أبدا وندافع عنه سندافع عنه لا شك في ذلك لكننا نعترض عليه وعلى غيره لو كان يكون معي شقيقي ابني بنتي والدي أعز الناس اللي عندي ويدعوا إلى العنف رح نواجه رح نقول له هذا لا يجوز ما تدفعوناش ما تعطوش فرصة للعصابات رحي تبحث للعنف كما يبحث الإنسان السوي على الهواء النقي أو الإنسان الذي فقد بصره على النور أو الضباع على الجيف تحت أي ظرف كان تحت أي ظرف كان يجب أن نحافظ على المعركة اللاعنفية على المعركة السلمية لأنها رحي تثبت في نتائش آه صحيح ما زال ما وصلنا لنتيجة ملموسة لقيام الدولة المدنية دولة العادل والحق والقانون نعم لم نظهر بعد لذلك لكن حققنا أشياء كثيرة جاءت لايبات معينة وتحدثت لكم فيها حققنا أشياء كثيرة يا إخوان وما زالت أشياء قادمة للتحقيق من بين الأشياء اللي حققناها أقل شيء هو أنه أصبح الجزائري والجزائرية يخرج ويرفع صوته كل ثلاثة وكل جمعة أحيان في أيام أخرى ليقول للظالم ظالم والمفسد فاسد والعصابة عصابة والجنرالات أن الجنرالات المجرمين أنهم مفسدين أصبح هذا من كان يجرؤ من كان يجرؤ أن يستطيع أن يجمع عشرة أشخاص في العاصمة اللي كان يجتمعوا ويكلهم العصى الآن الملايين يخرجون كل جمعة وأحيانا الملايين كانوا في العاصمة وحدها هذه الصرخة راي تعيد الأمل للجزائريين لو يجي واحد مننا وتكلم على العنف أو يعطيهم فرصة أو يقولوا رحط له يأخذوها فرصة هذا وشي يحوصهما يحوصه أي شيء يؤدي للعنف ولذلك هذا الانتقاد هو انتقاد لما قاله أخونا رشيد نجاز وليس لرشيد نجاز كشخص وكمناظر وكشخص يريد الخير لهذه البلاد نسل متفرق ما بين عندما ننتقد الفعل والفاعل نحن انتقدنا هنا الفعل أما كنا لن نترك أخونا رشيد نجاز أن يتخذوا قرار ضده أو أنه غضوة يكون في حل ويكون بعض الأحرار ما زال في السجون هذا لن نقبله لن نقبله أبداً في نفس الوقت حينما الناس تعرف أن المواقف انتعنا انتعنا انتع الناس اللي يمنوا بهذا الحل أن هذه مواقف حاسمة ما يتجرؤوش آخرين ما يقوموش آخرين بأعمال عنفية ومن بعد ندفعو ثمنها أخونا هذا الأيام رح يتمر علينا الذكرة ثمانية وعشرين للانقلاب المشؤوم الانقلاب المشؤوم كان جريمة مطلقة حتى المحنط تعطى بوتفليقة لما جاي يقول قالهم وسمىه كوديتا هو وهو رئيس الدولة اللي جابه الجنيرالات قالهم كانت أول عنف كان الانقلاب لكن هما من بعد بدل من أن يوجهوا الشعب وكان الشعب يوجههم سلميا في البداية بعض إخواننا لسبب أو لآخر لخوف من الاحتقال وحيانا كانوا خوف من الموت التجأوا للجبال جاتهم هما فرصة وكانوا بعض إخواننا آخرين يأمنوا بأن هذا النظام لا يتغير إلا بالعنف فكان هذا واش كان الجنيرالات يحوسه فإذا بالجزائر تدخل في جحيم في وديان الدماء في جحيم حقيقي للتسعينات لذلك أنا شخصيا وحركة رشاد وأعرف ربما الملايين من الجزائريين لا يريدون إعطاء فرصة مرة أخرى وتكرارها للعصابة تحت أي ظرف إن كان ولذلك أي واحد يدعو للعنف ننتقده إذن نحن ننتقد الفعل وليس الفاعل يبقى أخونا رشيد نجاز ناضل ويناضل من أجل جزائر وسيلقى منا إن شاء الله دائما كل الدعم وكل الخير وهذا لا يعني أنهم إذا ما أطلقوا الأحرار ويبقى هو مسجون أننا لن نسكت على ذلك وبطبيعة الحال لعل الذي يخفف من ما قال أخونا رشيد أنه قاله في حالة غضب شديد وهذا صحيح إذن فإخواننا ما تفهموهاش وما تخلوش الذباب أحيانا أو آخرين ما فهموش يحطوها في شكل وكاننا بيني وبينهم خصومة حتى ولو اختلفنا ربما في بعض وجوهات النظر لكن هناك قضايا مركزية أساسية يجب أن نختلفوش فيها وحدة البلاد سلمية المعركة وحضاريتها وعدم الدخول مع هذه العصابات مرة أخرى بس تتلعب بنا وهنا أنتقل لأخونا سامير بالعربي اللي ربما أيضا بعض الإخوان شافوا بأنني ربما كنت قاسي في الحقيقة أنا لم أتهم أخونا سامير بالعربي بأي شيء بالعكس قلت هناك كلام أنا شخصيا أتمنى أن أسمع منه وقلت أني لم أرد كانت الأسئلة هذه تأتيني منذ خمسة أشهر أو ستة أشهر أو أربعة أشهر منذ أن أعتقل كهوا كه يا أخونا شيء لم أرد إطلاقا لكن حينما أصبح الحديث والأسئلة متكررة طول الوقت أردت أن أقول شيء أنا كثيرين من الناس يأخذوا موقفهم بناء على ما أقول يأخذوني كمصداقية كمرجعي لا يمكن إذا ثبت إذا ثبت مرة أخرى يبقى الإنسان دائما بريح حتى تثبت عليه الشيء اللي ناسي قلوه ونخذت هذا الموقف لكن إذا ثبت أن أخونا سامير بالعربي كان مع بير تيفي وهو يعرف أن بير تيفي ثورة مضادة بير تيفي صناعة قناة انتع انتع شروها هذا اللي رحم حيقني ولو شسموه شرتانو العصابة وساعدوه بقوة فيها إذا كان أخونا سامير بالعربي كان جزءا منها في هذه القناة اللي كانت تاب عليها وتسمى قناة الشمس فنحن هذا مزعج جدا مزعج جدا للجزائريين ككل وبالتالي إذا كان هذا صحيح نتمنى أن يتبرأ منه أخونا سامير بالعربي وهو أخونا وسيظل إذا لم يكن هذا صحيح فهذا من باب أولى بعض إخوانا عندهم أدلة لهذا الكلام لكن أنا ما افصلتش فيه نهائيا على الأقل من ناحية العلانية حتى نسمع من أخونا سامير بالعربي لكن إخوانا شوفوا ما لازمش الناس تقدس الناس أو أكثر مما يجب حينما يكون نقد لسلوك معين فهو لذلك السلوك ما هو الشيطان لذلك الشخص مش تهجم على ذلك الشخص مرة أخرى قول هذا إخوانا وسندافع عنهم إذا لازم الأمر وهم في السجون لا نقبل أن يمسهم أي ذرر ولكن نتمنى أن في كلا الحالتين أن تكون الصورة واضحة أما العنف فنرفضه في المطلق ونتبنى من المحامين أو لرامي التصلب خونة رشيد أن يصدر بيان يقول فيه أنه كان غاضب حتى هذا يسهل المعركة مع العصابة ليطلق صراحه لماذا يبقى مسجون وفيما يتعلق بأخونا سامير بالعربي أيضا نتمنى أن المحامين يتصلوا به أو أن يصدروا بيان باسمه أنه لم يكن جزء من هذه القناة المجرمة ما عدا هذا فهم إخواننا ويصدرلون إخواننا وليس هناك أدنى إشكال في ذلك لكن مع ذلك أنا أيضا ملتزم وملزم مدام يتحدث في الشأن العام أن أقول ما أعتقد أنه الحق هل أنا دائما عن الحق؟ ليس حتما قد أخطئ لكن على الأقل إذا أخطأت فأنا أخطئ ليس متعمدا الخطأ وإنما اجتهدت فأخطأت ومن اجتهد فأخطأ واجتهد بالفعل فله أجرا واحد هكذا يعلمنا ديننا على الأقل ومن أصاف له أجرا إذن فقط في هذه النقطة باش ما نطولوشون لأنك معارفين الذباب يدخل حتى ما بنصبع وظفور كما يقول المثل ويريد أن ينفخ في هذه الأشياء هؤلاء إخواننا وسيظلون إخواننا إنما في سلوك معين هنا أو هناك نتمنى أن يتبرأوا منه أو ينكرونه وينفونه وليس في ذلك أدنى شك وأيضا من يشوف فيها أنا أي حاجة يقول لي تفضل قول هذه أنكر هذه إذا كان لازم فسأفعل إذا كان ضروري طبعا مش الذباب الذباب حتى رأم خرجه قالت بلي كنت شوفر